لا يكاد يمر شهر في العراق دون الإعلان عن إلقاء القبض على عشرات المبتزين الإلكترونيين آخر مساعي الحد من هذه الظاهرة التي باتت مستفحلة إلقاء القبض على 27 متهما في عموم العراق باحثون اجتماعيون يردون السبب في استفحال هذه الظاهرة إلى غياب قانون يجرم الإبتزاز الإلكتروني ما يدفع القضاء إلى تكييف جرائم الإبتزاز مع ما هو متاح في قانون العقوبات العراقي أهم أسباب انتشار الإبتزاز أو بقاء خطر يهدد التماسك المجتمعي والأسرة العراقية أنه عدم وجود قانون خاص بجريمة الإبتزاز الإلكتروني اليوم الضابط التحقيق والقضاء يكيف الفعل الجرامي للشخص أنه إبتزاز الإلكتروني يفعل كيف على موضوع الإبتزاز الاعتيادي يعني قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 69 يعاقب على جريمة الإبتزاز لكن لم يوجد ذكر للإبتزاز الإلكتروني وبحسب وزارة الداخلية فإن عمليات الإبتزاز كانت سببا رئيسا في ارتكاب جرائم القتل وغسل العار بداع الشرف وارتفاع معدلات الانتحار حيث يقوم المبتز بمساومة ضحاياه خاصة من الفتيات بمبالغ مالية ضخمة مقابل الامتناع عن نشر صور أو معلومات خاصة هناك طرق كثيرة لعملية كشف هذا المبتز أو هذا المتلاعب بهذه الحسابات وهذه الطرق ممكن أنه توصل إلى هذا الشخص بكل سهولة عن طريق برامج معينة عن طريق برامج الاتصالات عن طريق شركات الاتصالات باحثون اجتماعيون يرون أن تفاقم جرائم الابتزاز الإلكتروني يستدعي وضع برامج توعية على مستوى العراق للتوعية بمخاطر هذه الجرائم والإسراع بوضع قوانين واضحة وخاصة بهذا النوع من الجرائم صحيح أن الابتزاز يطال الفتيات بالدرجة الأساس لأن شرائح أخرى تعرضت لهذا النوع من الاستهداف وإن كانوا بدرجة أقل منهم رجال وأطفال وعاملون في مجال السياسة مع تباين نوع الابتزاز كما تؤكده التقارير الرسمية يوسف الحسيني الحرة أربيل